رأس اليوم وزير الجيولوجيا والمناجم أهدنغير داويد أعمال الورشة التدريبية حول القوانين والنظمة التسيرية لعمل التنقيب عن المعادن في البلاد مقارنة مع التغيرات البيئية الجارية تقرير أدم حنف فاضل بهدف مراجعة القوانين التي تسير أعمال وزارة الجيولوجيا والمعادن وتحسين مستخرجات المناجم المعدنية في الأراضي الوطنية جاءت هذه الورشة التدريبية التي نظمتها وزارة الجيولوجيا والمناجم وذلك بهدف تقوية كفاءة العاملين في هذا المجال ضمن القوانين واللوائح الداخلية من أجل الحصول على نوعية عملية وعلمية جيدة تزخر بها البلاد تنمويا من عيل بلوق أهدافها في قطاع الجيولوجيا والمعادن وزارة الجيولوجيا والمناجم على لسان وزيرها الدكتور دافيد أودينغر قد أشار في كلمته الافتتاحية لهذه الورشة والتي شكر فيها كل من ممثلي البنك الإفريقي للتنمية ومديرة اللجنة الاقتصادية للدول إفريقية على حسن شراكتهم التنموية الدائمة من جانبه قد تحدث مدير الشركة القطرية للمناجم بتشاد الدكتور حامد عبد الله عن أهمية هذه الورشة مشيرا إلى سماحة السياسة الحكومة التشادية نحوها وضع هذا القانون في سنة 1995 يعني قبل حوالي 22 سنة فما المتغيرات الدولية والمتغيرات الإفريقية والمحيطة بالدولة لا بد من تعديل القانون حتى يواكب تطور الحادث في الدول الجوار خاصة مثل السودان وجنوب إفريقيا وغيره فنحن نرى أن في هذا الاجتماع تطور كبير جدا ونتوقع تغيرات كبيرة وهذه تغيرات سوف تجذب المستثمرين إلى الشات هذا ونشير إلى أن الورشة هذه قد نظمت بالتعاون مع اللجلة الاقتصادية لدول إفريقية والبنك الأفريقي للتنمية وستستمر لمدة يومين متتاليين